اعلنت فرنسا الاربعاء انها تعتزم شن ضربات جوية في سوريا خلال اسابيع وقال وزير الدفاع جان ايف لوران ان بلاده تعتزم شن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا سعيا لوقف انتشاره المتنامي في البيان الموقف تغير الان لقد عززت داعش وجوده في الارض السورية على مدار اشهر وكما ذكرت ان هذا حقيقي في حلب بل وايضا على طريق حمص دمشق واليوم تقدمت داعش بطريقة تهدد المقاومة في منطقة حلب بل وفي لبنان ايضا اذا نجحت في تحقيق تقدم مهم على محور دمشق حمص وحول موعد بدء الدربات قال المسؤول الفرنسي انه لا يرغب في الكشف عن هذا الموعد لأسباب استراتيجية وسيحدث هذا بمجرد ان نحدد الاهداف بدقة ويمكننا تنفيذ الضربات التي نحتاج اليها ضد عدو يهددنا وهو الدولة الاسلامية وتقتصر مشاركة فرنسا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حتى الان على شن ضربات في العراق لكنها بدأت قبل اسبوع في ارسال رحلات جوية استطلاعية فوق سوريا لجمع معلومات عن مواقع التنظيم المتشدد وتسام القوات الفرنسية بنسبة ثلاثة بالمئة فقط من ضربات عمليات التحالف لكنها تقوم بتقديم دعم لوجستي محدود لمقاتل المعارضة الذين تعتبرهم معتدلين بمن في ذلك الأكراد وتقول فرنسا انها تؤيد فكرة الحل السياسي للأزمة السورية عبر فترة انتقالية يغادر فيها رئيس السوري بشار الاسد وقال الاسد في مقابلة تلفزيونية ثلاثاء ان التحالف لا ينصق مع الحكومة السورية وان الشعب السوري هو وحده من يقرر اذا كان سيبقى في السلطة ولا حل سياسي قبل هزيمة الارهاب اشتركوا في القناة